أطلق مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد سلسلة من الندوات رفعة المستوى حول تفعيل النموذج التنموي الجديد ويشارك في هذه الدورة أعضاء اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي ويباحثون من مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد إضافة إلى خبراء في مجالات التنمية والسياسات العمومية وفي أولى الجلسات صلت المساركون الضوء حول موضوع حكمة الإصلاحات التي يوليها تقرير النموذج التنموي الجديد أهمية بالغة ويجعلها في قلب التحولات الاقتصادية والاجتماعية إصلاحة تتطلب تضافر جهود جميع الفاعلين على مستويات عديدة خاصة في الجانب المتعلق بالتنسيق القائم بين مختلف القطاعات الحكومية باقي المؤسسات العامة والخاص في إطار تفعيل النموذج التنموي الجديد مركز الأبحاث ودراسة الجنوب الجديد ينضم سلسلة المحاضرات الأولى والمحاضرات هي اليوم حول حكامة الإصلاحات نعتبر أن هذه النقطة هي نقطة أساسية وجوهرية في إطار تفعيل هذا المشروع الجديد وهذا النقاش اليوم سوف يفتحوا هذا الأفق من أجل تبادل آراء بين مختصين وبين قطاع المسؤولين ولكن كذلك باحثين من أجل نظر في شنهما الإمكانيات لدعمه في إطار تفعيل وإطار وضحكة مجيدة ترجمة نانسي قنقر